بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم معنا في سلسلة شرحات جديدة بعنوان Modern Software Design and Pattern Software Design Pattern موضوع مهم جدا جدا لاي حد بيشتغل في مجال السوفتوير لو حضرتك سوفتوير في غولوبر اي ان كان عدد سنوات الخبرة بتاعتك سواء انت لسه مبتدق في المجال او شغال شوية بخبرة متوسطة او عندك خبرة اكيد ان انت احتكيت بمشاكل اللي هنتكلم عنها مع بعض في السلسلة دي واكيد احتكيت بمصطلح Design Pattern وهنشوف مع بعض ان شاء الله ايه المقصود بال Design Pattern وامتى بنستخدمها وليه اصلا اتعاملت وامتى المفهوم ده بكل التفاصيل بتاعته انا محمد رضا ان شاء الله هكون معاكو في السلسلة دي وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق احد وسائل التواصل الموجودة قدام حضراتكم دلوقتي سواء عن طريق تليجرام او عن طريق الميسينجر او عن طريق صفحة الفيسبوك اول حاجة عايزين نتكلم الاول يعني ايه Design Pattern ايه المقصود بال Design Pattern مصطلح Design Pattern اكيد حضرتك سمعته لو انت في المجال سواء انت شغال في شركة او في ريلانس بتعمل انت مشاريع برمجية خاصة بيك وبتسوقها اي ان كان طالما انت موجود في مجال صناعة السوفتوير فاكيد احتكيت بالمصطلح ده او سمعت مصطلح Design Pattern طيب يعني ايه Design Pattern في اي حاجة لما بيكون في اي مجال الناس بتشتغل فيه بيظهر بعض المشكلات المشكلات دي لما بتتكرر كتير وعلى مر الزمن سنة ورا سنة ورا سنة مع خبرة وخبرة وخبرة بيبدأوا يكتشفوا حلول الحلول دي بتكون هي الحلول المثلة للمشكلات او الحل الامثل لمشكلة معينة وده اللي احنا بنسميه بالBest Practice يعني ايه يعني انا دلوقتي مثلا لما باجي ابني عمارة العمارة دي والله فيه بعض القواعد كده وبعض الاساسيات المهندسين بيبقوا عارفينها هي دي افضل الطرق لبناء العمارة بالشكل الفلاني نسبة مثلا المواد بتاعتها مواد البناء الكلام ده كله خلاص هما وصلوا لطرق هي دي الطرق الصحيحة او هي دي افضل الطرق ان انا اعمل بها العمارة تمام؟ لو انا طبقت القواعد دي او الطرق دي هطلع بافضل حاجة وهكذا في اي مجال يعني انت اي مجال عندك بيحصل فيه مشاكل بتلاقي ان فيه في النهاية بعض الحلول اللي بتطلع بتبقى هي دي الحلول اللي انت لو طبقتها بتتجنب المشاكل دي او بتحل المشاكل دي لو هي بالفعل ظهرت معك نستخلص من كده ان الديزاين باترن المقصود بيها ان هي يعني ان انا عندي مجموعة من القواعد او مجموعة من الرولز القواعد دي او القوانين دي هي قواعد تمام يعني هي دي افضل حاجة ان انا احل بيها مشكلات معينة كانت بتحصل في السوفت وير يعني الناس زمان لما كانوا بيبدأوا يعملوا سوفت وير لما بيعملوا انظمة وخصوصا للانظمة الكبيرة كانوا بيظهر معاهم مشاكل يعني بعد ما يشتغل في السوفت وير واكيد حضرتك لو جربت تشتغل في السوفت وير فانت ظهر معاك احدى المشكلات اللي هنتكلم عنها لما كانوا بيشتغلوا في السوفت وير وبيبدأوا يصنعوا سوفت وير يجوا بعد فترة لو طلب منهم تعديل مثلا أو في حاجة ظهرت عايزين يطوروها أو يضيفوا خاصية جديدة أو يعملوا مميزات جديدة ويلاء ده بيكلفهم جهد ووقت كبير جدا غير المشاكل اللي بتحصل لو ظهر خطأ أو حاجة في السوفتوير وأنا حابب أحل الخطأ ته فتلاقي المبرمج وهو شغال بيواجه عناء كبير جدا طيب المشاكل دي بدأوا المهندسين زمان والعلماء بدأوا أنه هم يحصروا المشاكل دي ويبدأوا يحطوا لها تعريف علمي أو مصطلحات علمية ويبدأوا يوجدوا طريقة الطريقة دي هي أمثل طريقة أنك تحلي بها كل مشكلة من المشكلات اللي بتظهر إيه هي المشاكل دي وإيه هي الحلول هو ده المقصود بالديزاين باترن المقصود بالديزاين باترن باختصار وطريقة لحل المشكلات الشائعة في مجال صناعة السوفتوير أين كان المجال اللي انت بتشتغل فيه في السوفتوير سواء انت شغال ويب ديفولومنت أو ديسك توب أو موبايل او كان المجال اللي انت شغال فيه فالطرق اللي احنا نتكلم عنها ان شاء الله هي بتتكلم بشكل عام عن software development يبقى اذا design better هو يعتبر طريقة او طرق او قواعد القواعد دي هي best practice ان انا احل بيها مشكلات معينة وانا شغال وبعمل البرنامج بتاعي لو اتبعت الطرق دي انا بسهل على نفسي كتير جدا فيما بعد ان انا اقدر اعمل سيانة للابليكيشن بتاعي بكل سهولة ان انا اقدر اطور الابليكيشن بتاعي بكل سهولة لو عايز اكبره ان انا اقدر اتتبع الاخطاء وعالج الاخطاء دي بكل سهولة طيب هدف تاني من ضمن اهداف design better وده هدف مهم جدا وهو مصطلح انت بتسمعه برضو اكيد وهو مصطلح ان انا اقلل الترابط ما بين اجزاء الكود وبعضها اقلل الترابط بين اجزاء الكود وبعضها ده المقصود بي يعني ايه لو انت عندك اجزاء البرنامج بتاعتك مرتبطة ببعضها ودخلة في بعضها بشكل كبير تمام اذا ان هنا عملية تطوير الابليكيشن بتكون صعبة عملية اكتشاف الاخطاء او اي تعديل بيكون صعب شوية وده اللي هنشوفه مع بعضك وهنذكر المصطلحات دي ايه مقصود بيها وايه معناها دي بقى اول حاجة كده حابب حضرتك بتعرفها معايا يعني ايه design better بكل اختصار design better هو best practice ان انا احل مشكلة معينة من المشاكل اللي بتزهر في طيب عشان نتكلم عن design better لازم اول حاجة ان احنا نعرف حاجة اسمها solid principles او مجموعة من المبادئ اللي انا لازم امشي عليها لما اجي اعمل software بتاعي ده اول حاجة عشان ابدأ اطبق design better يبقى انا اتفقنا ان design better عبارة عن مجموعة من القواعد تمام لحل مشكلات معينة best practice عشان احل بيها مشكلات معينة قبل ما اطبق best practice دي او قبل ما اطبق القواعد دي في حل المشكلات لازم من اول اكون مراعي مجموعة من المبادئ وانا بكتب software بتاعي دي اللي بيسموها solid principles كلمة solid هنا هي ليست مصطلح ولكنها اول حرف تعتبر اول حرف من كل principle من ال principles دي طيب تعاونا نشوف مع بعض ايه هي المبادئ اللي عندنا احنا عندنا خمس مبادئ اول مبدأ فيهم واللي هو بيرمز له بالحرف اس اسمه single responsibility principle يعني ايه يعني انا لما اجي اكتب البرنامج بتاعي الجزء اللي بكتب فيه الكود او القلاس اللي بكتب فيه الكود او المديول اللي بكتب فيه الكود لازم يكون مسؤول عن عملية معينة او مسؤول عن حاجة محددة هو مسؤول عن حاجة واحدة زي ما هنتكلم بالتفصيل بعد كده تاني ما ابدأ معنا حاجة اسمها open closed principle يعني ان القلاس بتاعي او الجزء بتاعي اللي بكتب فيه الكود يكون مقفول على التعديلات ولكنه مفتوح للإكستينشن او ان انا اقدر اطور فيه يعني لو انا عند قلاس بيقدي وظيفة معينة فالقلاس ده خلاص مش اي حد بعد كده هيجي يعدل فيه ولكن اي حد يقدر يطوره ويزود على الفنكشنالي اللي موجودة فيه وهنا تعرف على الكلام ده بالتفصيل تالت مبدأ معنا حاجة اسمها وده خاص بعملية بشكل كبير لو انا عندي بتورس من بعضها فانا اقدر احط مكاني التاني بدون يحصل تغيير في الكود يعني لو انا عندي مثلا من ب تمام فلو انا بدلت مكان اللي اتنين لو حطت مكان بي ينفع يشتغل وهنتعرف عليها بالتفصيل المبدأ اللي بعد كده نبدأ حاجة اسمها الانترفيس سيجريجيشن برينسل الانترفيس سيجريجيشن ده وهو اننا دي برضو حاجة لو انت شغال بالانترفيس وهنتعرف مع بعض حتى لو انت مشتغلتش بيها هنوضح الكلام ده كله بالتفصيل وهنجيب امثلة مبدأ الديبندانسي انفيرجن مبدأ الديبندانسي انفيرجن ده بيتكلم اننا يكون عندي القلاس بتاعي لو بيستخدم مثود معينة والمثود دي موجودة في انترفيس فالكلاص بتاعي ما يعرفش حاجة عن بتاع المثود دي تمام او ما يعرفش المثود دي هي بتنفز الحاجات بتاعتها ازاي القلاس بتاع او البرنامج اللي انا شغال فيه او جزء اللي انا بكتب فيه الكود مالوش علاقة المثود دي مكتوبة ازاي او الاوامر اللي جواها تمام دي كده مجموعة من المبادئ الاول لازم نتعرف عليها قبل ما ندخل ونتكلم في الديزاين باترن يبقى انا عندي حاجتين عشان اتكلم عن الديزاين باترن بعد ما عرفنا ان هي بست براكتس ان انا احل بها حاجة معينة او مشكلة معينة لازم الاول اراعي المبادئ اللي احنا قلناها دي طب هل المبادئ دي هي ديزاين باترن لا دي مجموعة من المبادئ ده اسمها كلمة هي اول حرف من كل مبدأ من دول مجموعة المبادئ دي دي كده حاجات اللي هو بيقولك يعني معنى صح انت لو اتبعتها في الابليكيشن بتاعك هتطلع جودته كويسة ويسهل عليك ان انت تطبق فيما بعد اي دي دي باترن هتشتغل بيه وفي نفس الوقت بيحسن من جودة السوفتوير اللي انت بتعمله طبعا جودة السوفتوير احنا بنقسها هنا مش بس بالاخطاء اللي بتحصل في الفونكشناليج يعني مش بس هو السوفتوير بيقدي الوظيفة بتاعته بشكل ناجح ولا لأ مش ده فقط المقصود بالجودة لأ في نقطة مهمة جدا جدا لازم تخلها في الاعتبار لو انا حبيت اطور السوفتوير ده فيما بعد لو حبيت اغير واي حد شغال في صناعة السوفتوير عارف كويس ان نقطة التغيير بتسبب لنا مشاكل كتير ان العميل لما يجي يطلب تغيير في الابليكيشن ده بيبقى عناق كبير جدا بالنسبة للمبرمج ازاي ان احنا نقلل العناق ده ونقلل الجهد المطلوب ده هدف من اهداف ديزاين بتر ان شاء الله نتقابل في المحاضرة اللي جاية نتكلم فيها عن اول مبدأ من مبادئ وزي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم الاول عن بعد كده في المستوى التاني من السلسلة دي او من الكورس ده هنبدأ نتكلم عن ونمسكهم ونبدأ نشرح كل واحد ونشوف ايه المشاكل اللي بيعالجها وازاي نطبقه ويكون تطبيقنا ان شاء الله بلغة ولكن الفكرة واحدة وانت تقدر تطبقها باي لغة اي ان كان اللغة اللي انت شغال بيها لو انت شغال اي ان كانت اللغة فتقدر ان انت تطبق نفس المبادئ دي لان المبادئ دي زي ما اتفقنا هي طرق لحل المشكلات فهي مش مخصصة للغة برمجة بعينها ولا الابليكيشن بعينه سواء ويب فقط او موبايل فقط او كذا لا هي حاجة جنرال حاجة عامة تقدر تستفيد بيها ايا كان اللغة اللي انت شغال بيها او الابليكيشن اللي انت هتعمله اشوفكم في المحاضرة اللي جاية نتكلم فيها عن اول مبدأ من مبادئ السولد برينسا